وصلت القفلة العلاجية أعمالها بقرة بنبان بحري التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم القفلة 8 تخصصات طبية إضافة لمعملات الدم والطفليات والأشعة والصيدلة التي يتوافر بها أكثر من 130 صنفا من الأدوية حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1925 من المترددين وتم صرف العلاج بالمجان وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لمدرية الصحة بأسوان احنا بنفس القفلة الطبية في النهاردة ومبارح في قرية بنبان بحري التابعة لمركز دراو مشاهدنا إغبال كسيف مبارح على القفلة أكثر من 650 كشف فكرة القفلة المجانية زي ما قلنا حضرتكم هي الوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة القفلة المجانية هي عبارة على المستشفى الميداني المتنقل يتوجه للقرية المستهدف تنفيذ القفلة الطبية فيها احنا النهاردة بنضم 8 تخصصات طبية مختلفة معنا خدمة الأشعة العادية معنا خدمة الأشعة التلفزيونية معنا معمل التفايلات معمل الدم معنا الصيدلية في أكثر 130 صنف زي ما قلت حضرتكم الكشفة العلاق في القفلة بالمجان بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهوده معنا بالقفلة الطبية بننتظرها طبعا من وقت للتاني ونشكر السادة للطباء اللي واقفين معنا طبعا اللي هما جايين دكاتري طبعا الباطنة والمسالك والجلدية والأطفال والباطنة بنشكرهم على جهودهم معنا مخبالك ونتمنى ان المشوار ده يتكرر تاني من كل حين والتاني بإذن الله تواجد هنا أمام مستشفى بمبام بحري الوحدة الصحية وفي تواجد العيادات المتنقلة تحت حياة كريمة برعاية الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي الذي هو يحس بجميع مرضى القرى في المناطق النائية وكل هذه الأمور من جميع التخصصات الطبية بمختلف أنواعها مع صرف العلاج وكل هذا بالمجان ترجمة نانسي قنقر